ازايكم الشباب عاملين ايه؟ النهاردة جايب لكم موقع جميل جدا موقع ربحي اسمه يجوف تقدر تكسب منه فلوس الموقع ده انت بتشترك بس بميلك وهو كل يوم بيبعث لك رسائل استطلاعية على الميل بتاعك يعني مثلا بيبعث لك اسئلة بعض الاسئلة اللي هي العادية يعني ممكن تكون شخصية وممكن تكون عامية يعني ممكن يقول لك انت بتحب تسافر عندك عربية ولا لا بتروح الفنادق ايه بتاكل في مطاعم ايه بعض الاسئلة اللي هي زاي دي اللي بيجمع بيها معلومات معينة بيفيد بيها بعض الشركات اللي بتدفع اليوغوف عشان تعرف المعلومات دي مش هطول عليكم الفيديو احنا هنيجي هنا هنقول انضم اليوغوف طبعا هتلاقيه هنا في اللغة انت ممكن تعملها انجليزة وممكن عربي ازاي ما انت عايز بس فاحنا عملنا انضم اليوغوف هتلاقيه هنا بيقولك ادخل بريدك الليكتروني وكلمة السر طيب هنجيب اي اميل عندنا هنا اللي هي اهو عادي مفيش مشكلة ما بيشتريتش يعني شركات معينة وهنكتب باسورد اقول له سجل هو دلوقتي مفروض ان هو ابعت لنا رسالة البريدنا الالكتروني هروح عليه يوغوف ابعت لرسالة هنا هدخل اشوفها بيقول لي عشان اتعمل اكتيفات للموقع ادخل على الروبط ده هدخل هو انا كده خلاص اجلت في الموقع هو بيقول لي بقى هنا اهلا بك في فريق الاستطلاع اقل هنا هدخل هنا طيب بيقول لي اللغة اللي انت عايز تستخدمها عند الايجابة على الاستطلاعات انا هختار العربية بيقول له next بيقول لي لما هنعمل الاستطلاع الاولاني ده هنديك 50 نقطة اقول له ماشي هنا بيقول لي لين ضمامت اللي يجوف اقول له مثلا احد ما اوصى بها لي اول واحدة ايه كلام سبك منه next بيقول لك عايزنا نقول لك ايه لما نبعت لك رسالة عادي مش مشكلة طيب next مثلا اهو ده بقى مثلا بيقول لك متى ولدت انسان 26 8 92 ماشي ده ده التراغ بتاع بالزبط اشان اللي عايز يجيبلي هداية في عدم الادي ماشي هل انت ذكر او انسى ذكر طبعا في ايه بلد تعيش فيش غيرها ماشي اي مدينة تقوم حاليا من الجيزة حالتك اه متزوق ماشي وعندي ولاد اولاد عدد اولادك واحد في الفين وخمستاش ايه ده الفين وخمستاش next اه تمام عدد البلاغين انا نقول اثنين بيقولك لو دخل لو جمعت كل المصادر اللي انت بتكسب منها متوسط صوفي دخل العائلة شهريا طيب طبعا واكاتب لك بالدولار طبعا هناك ما بيبقطوش بالجنيل المصري هنقوله مسلا ما يعني نختار ما بلغ كويس برد يعني مسلا هنقوله من ماشي وبنفق قديا اللي جايين رايحين طبعا هو نفس الراق ماشي اه بيقولك هنا بقى انت عايز الاستطلاعات تيجي لك كل قدية طبعا احنا نختار اكثر ما يمكن طيب طبعا بيقولك شكرا جزيلا انت كسبت خمسين نقطة طيب يا جماعة ازاي تقييم المستوى الموقع عنده وما اقوله ماشي حالو تسعة تسعة قدي كله حالو وممتاز يعني مفيش مشكلة طيب احنا دلوقتي بقى عندنا خمسين نقطة خمسين نقطة دي جات لنا من استطلاع واحد بس اه النقط بقى دي قد ايه خمسين نقطة يعني نص دولار كل ميت نقطة كل ميت نقطة دولار كل ميت نقطة دولار طيب ما انا هخلي عربي اه طيب ماشي انا ممكن ازود نقاطي ازاي بسرعة هقول له هاجع الحسابي يجابي الخاص بي هنا هقول اخبر صديق بيقولي بقى ايه ان انا لو عايز ازود النقاط بتاعتي انا كل صديق هدعوه عن طريق اللينك دا او الرابط دا دا او دا هيخد لما يكمل خمس استطلاعات يعني هو بس هيكمل خمس استطلاعات كل واحد بعد طوله يكمل خمس اطلاعات هاخد ميتين نقطة يعني انت حسب بقى شوف لو بعدت مثلا لعشرين واحد عشرين في مئتين نقطة قول مثلا اربعة تلاف نقطة ده لو بعدت لعشرين واحد بس من صحابك وده سهل جدا هو هيكسب وانت هتكسب انت كمان طيب ماشي انا دلوقتي جمعت مثلا نقط كتير اسحب امتى تسحب لما يكون عندك خمس تلاف نقطة خمسين دولار هنقول مثلا النشاطات لما اجي هنا ادوس استرداد لما يكون معي خمس تلاف نقطة لانه حد ادنى ان انت تاخد ارباحك لما يكون معاك خمس تلاف نقطة هدوس استرداد مثلا اهو بيقول لي انت ممكن تتبرع بهم لمنظمة اطباء بلا حدود طبعا اتبرع ايدي انا نهاز يتبرعلي فانا هقول له استرداد خمسين دولار نجدا طبعا وحاجة جميلة جدا بقى يا جماعة ان الموقع ده بيحول لك فلوسك على وستوريونيون يعني ده افضل وسيلة العرب بيحبوها اه بتروح طبعا لما بتجمع الخمسين دولار اللي هم خمس تلاف نقطة هنا كاتبلك اه وتبعت لهم ان انت عايز السرد بتكتب العنوان بتاعك والتفاصيل اللي هو بيطلبها منك وبتجي لك الفلوس في خلال مسلا من اسبوع او اسبوعين ده اقصى حاجة وطبعا كاتبلك ان ممكن تستغرق شهر لكن هي اقصى حاجة قعدت معي قبل كده كان اسبوعين ده موقع جميل جدا وقتلك يا جماعة في ان انت ممكن تسرع زيادة عدد النقاط من خلال انك تبعت اللينك بتاعك لصحابك اللي هو من عن طريق اخبر صديق بتلاقي لينك هنا او هنا مفيش مشكلة زي بعض بتقدر ان انت تكسب واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي السلام عليكم